افتتح معالي صغرغباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في اكسبو دبي اليوم الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لطارية بشان تغير المناخ كوب 28 الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة 30 رئيس برلمان و500 برلماني وخبير يمثلون 100 برلمان ومنظمة دولية على مستوى العالم وقال معالي صغرغباش في كلمة الله انه لمن دواعي سروري ان ارحب بكم على ارض دولة الامارات والتي مثل ما عرفتموها وطنا وملتقى للتعايش والتسامح والسلام فانها اليوم تصديفكم وهي تحمل معكم ومن اجل الكوكب والانسان معا رسالة الدفاع عن الارض واستدامة مواردها وازدهار بيئتها وطبيعتها